ناقل الحركة اليدوي في السيارة كيف يعمل ناقل الحركة اليدوي المعروف أيضاً باسم ناقل الحركة القياسي هو نوع من علب التروس التي تتطلب من السائق تغيير التروس يدوياً للتحكم في سرعة السيارة وقوتها فيما يلي شرح أساسي لكيفية عمله دواسة القابض عندما تريد تغيير التروس تضغط أولاً على دواسة القابض والتي تفصل المحرك عن ناقل الحركة يتيح لك هذا تغيير التروس دون إتلاف علبة التروس ناقل الحركة مع الضغط على دواسة القابض تحرك ناقل الحركة إلى الترس المطلوب يرتبط كل ترس بنسب تروس مختلفة والتي تحدد كيفية نقل الطاقة من المحرك إلى العجلات توفر التروس المنخفضة الأولى والثانية المزيد من الطاقة وتستخدم للسرعات المنخفضة أو البدء من التوقف بينما تستخدم التروس الأعلى الثالثة والرابعة والخامسة وما إلى ذلك للسرعات الأعلى وكفاءة الوقود تروس ناقل الحركة يوجد داخل ناقل الحركة سلسلة من التروس والأعمدة عند تغيير السرعات فإنك تقوم بتعشيق أزواج تروس مختلفة وتغير نسب التروس مقدار عزم الدوران والسرعة التي يتم توصيلها إلى العجلات إطلاق القابض بعد التحول إلى الترس المطلوب قم بتحرير دواسة القابض ببطء مع الضغط في نفس الوقت على دواسة الوقود يتم تعشيق القابض وإعادة توصيل المحرك بناقل الحركة والسماح للسيارة بالتحرك في الترس المحدد المزامنات تستخدم ناقل الحركة اليدوي المزامنات للمساعدة في مطابقة سرعات التروس من أجل تغيير سلس تعمل هذه المكونات على تقليل تصادم التروس وجعل عملية التغيير أكثر سلاسة نسب التروس يسمح لك ناقل الحركة اليدوية باختيار نسب تروس مختلفة مما يؤثر على كيفية استخدام قوة المحرك توفر التروس المنخفضة عزم دوران أكبر للتسارع بينما تقلل التروس الأعلى من دورات المحرك في الدقيقة للقيادة تحكم السائق على عكس ناقل الحركة الأوتوماتيكي الذي يغير التروس من تلقاء نفسه يتطلب ناقل الحركة اليدوي منك التحكم في تغييرات التروس يمنحك هذا المزيد من التحكم المباشر في آداء السيارة ويمكن أن يكون أكثر جاذبية للقيادة باختصار يوفر ناقل الحركة اليدوي تجربة قيادة أكثر عملية من خلال مطالبتك بإدارة تغييرات التروس من خلال القابض وذراع تغيير التروس مما يسمح بإحساس قيادة أكثر اتصالاً وقابلية للتخصيص ترجمة نانسي قنقر